بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوزة بشفاعته في الآخرة قال الإمام الكاظم عليه السلام يا هشام ما أقبح الفقر بعد الغنى كم قبيح بالإنسان الذي يكون غنيا ثم يفتقر فجأة هذا الموقف جدا صعب على الإنسان أن يكون غنيا ثم يفتقر بعد ذلك وأقبح الخطيئة بعد النسك هذا الإنسان الذي يكون ملتزما بالعبادة ملتزما بالطاعة كم قبيح به أن يكون بعد أن أمضى عمره في العبادة وفي طاعة الله أن يأتي يوم ويلتهي بمعصية الله والعياذ بالله وأقبح من ذلك يعني أقبح من الفقر بعد الغنى وأقبح من الخطيئة بعد النسك أقبح من ذلك العابد لله ثم يترك عبادته هذا الإنسان الذي أمضى حياته في عبادة الله تعالى يأتي عليه ظروف وتأتي عليه شبهات تجعله ينقلب من طاعة الله ومن عبادة الله إلى معصية الله والعياذ بالله هذا الإنسان الذي بدل أن يعبد الله سبحانه وتعالى يعبد الشيطان ويكون سائرا خلف الشيطان وسائرا خلف شهواته وما تمليح عليه نفسه ما أقبح بالإنسان أن يكون كذلك يا هشام من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه وما أوتي عبد علما فازداد للدنيا حبا ألا ازداد من الله بعدا وازداد الله عليه غضبا كل إنسان جعله الله سبحانه وتعالى جعله وعطاه عقلا ولكنه لم يستخدم هذا العقل ولكنه بدل أن يمضي إلى مرضات الله سبحانه وتعالى ويحاول أن يعمر آخرته عمر دنيا هذا الإمام الكاظم عليه السلام يقول هذا الإنسان الذي يكون في قلبه حب الدنيا سوف يذهب خوف الآخرة شيئا فشيئا من قلبه لا يخاف الآخرة كذلك هذا الإنسان الذي يؤتى علما فيزداد للدنيا حبا بدل أن يزداد لله قربا ويزداد من الله خوفا هذا أيضا من الأشخاص الذين سوف يكون علمهم مبعدا لله سبحانه وتعالى مبعدا عن الله سبحانه وتعالى وسوف يؤدي بهم إلى أن يغضب الله سبحانه وتعالى عليهم يا هشام إن العاقل اللبيب من ترك ما لا طاقة له به الشيء الذي لا يقدر على إنجازه يتركه لا يحاول أن يكابر على نفسه وأن يتكفل بإنجاز أمور لا يقدر عليها ببداية الأمر وفي الوهلة الأولى إذا رأى بأن هذا الأمر وهذا الفعل ليس بطاقته يجب عليها أن يعتذر منه وأكثر الصواب في خلاف الهوى أكثر شيء يصيب يصيب الحقيقة ويصيب الصحة هو أن تكون مخالفا لهواك لأنه عادة ما تكون موافقة الهوى فيه خلاف مرضات الله سبحانه وتعالى ففي غالب الأحيان تكون مخالفة النفس فيها الصلاح فيها مرضات الله سبحانه وتعالى ومن طال أمله ساء عمله أيضا الإنسان الذي يطول أمله في هذه الحياة يحسب بأنه يعيش إلى عشرات السنوات الأخرى كأنه ضامن لهذه الحياة كأنه يعرف بأنه سوف يعيش إلى أمد بعيد هذا الإنسان سوف يسوء عمله في هذه الحياة لماذا؟ لأن هذا طول الأمل وطول الأمل بالعيش وطول الأمل بالعمر سوف يجعله يسوف العمل لا يعمل لآخرته كل يوم يريد أن يعمل فيه لآخرته يؤجل يقول اليوم إن لم أفعل سوف أفعل غدا غدا إن لم أفعل سوف أفعل بعد غد وهكذا إلى أن يباغته الأجل وهو لم يعمل لآخرته يا هشام لو رأيت مسير الأجل لألهاك عن الأمل أنت لو رأيت كيف أن الأجل يسارع عليك في خطواته لألهاك هذا عن الأمل عن الأمل في الحياة عن الأمل في جمع المال عن الأمل في النزاع مع الآخرين لو كنت كشف عنك البصيرة أو كشف عنك الغطاء ورأيت هذا القدر المحتم عليك واعلم أن الله لم يرفع المتواضعين بقدر تواضعهم ولكن رفعهم بقدر عظمته ومجده المتواضع الله سبحانه وتعالى يرفعه في الدنيا وفي الآخرة ولكن لا تتوقع بأن هذا الرفع وهذه المكان التي يعطيها له هي بسبب أنه كان متواضعا فقط لا الله سبحانه وتعالى عوضه عن هذا التواضع بكرمه وبعظمته ومجده رفعه بهذا المكان وإلا هو كفعل لا يستحق هذا ولكن بقدر عظمته الله سبحانه وتعالى رفعه وجعل له هذا المكان ثم يقول فما ظنك بالرؤوف الرحيم الذي يتودد إلى من يؤذيه بأوليائه فكيف بمن يؤذى فيه هذا الإنسان الذي يعمل في المعاصي ويؤذي أولياء الله سبحانه وتعالى يؤذي المؤمنين الله سبحانه وتعالى مع ذلك تجده بأنه يكون رؤوفا به رحيما به لا يعاجله بالعقوبة يجعل له مجالا لكي يتوب يبده بالنعم يغذيه في هذه الدنيا إذا كان الله سبحانه وتعالى يفعل مع عدائه هكذا فما بالك بمن يؤذى في سبيل الله تعالى بمن يكون مؤمنا ويتحمل الأذية بسبب أنه مؤمن كيف تكون رأفة الله ورحمته به وما ظنك بالتواب الرحيم الذي يتوب على من يعاديه فكيف بمن يترضاه ويختار عداوة الخلق فيه هذا الإنسان الذي يكون معاديا لله سبحانه وتعالى ولكنه إذا تاب واستغفر الله الله سبحانه وتعالى يكون توابا رحيما له ورحيما عليه ورحيما به فما بالكم بالشخص المؤمن الذي يتأذى في سبيل الله يتعرض إلى مضايقات في هذه الدنيا بسبب إيمانه بسبب التزامه الديني كيف ستكون رحمة الله وتوبته عليه يا هشام إياك والطمع وعليك باليأس مما في أيدي الناس إياك والطمع تحذير من الإمام الكاظم عليه السلام لا تطمع وعليك باليأس مما في أيدي الناس لا يكون لديك أمل بما يمتلكه الناس لا يكون لديك أمل بما يمكن أن يجعله الآخرين لك من نصيف في هذه الحياة لنفرض أن هناك شخص مسؤول عليك وهو غني ويستطيع أن ينفعك فلا يكون أملك بما في أيديه كن أملك بالله سبحانه وتعالى إياك والطمع كن يؤوسا من ما في أيدي الناس لا تطمع بما في أيديهم وأمت الطمع من المخلوقين فإن الطمع مفتاح للذل الإنسان الذي يكون طمعا ويحاول أن يتحصل على فوائد على منافع من الناس هذا الطمع هو مفتاح للذل سوف يؤدي به إلى أن يتذلل أن يكون ذليلا أمام الآخرين حتى يتحصل على مبتغاه واختلاس العقل يعني مذهب للعقل هذا الإنسان الطمع كأنه لا عقل له واختلاق المروات وتدنيس العرض والذهاب بالعلم وعليك الاعتصام بربك والتوكل عليه لا تكون طمعا ولا تكون لديك أمل بما في أيدي الناس حتى يخدق عليك بعض الجوائز أو بعض المنافع لا فليكن أملك بالله سبحانه وتعالى توكل على الله الله سبحانه وتعالى سوف يرزقك سوف يجعل لك المنفع الدنيوية والمنفع الأخروية وجاهد نفسك لتردها عن هواها فإنه وجب عليك كجهاد عدوك أيضا الإنسان الذي يجاهد نفسه هذا الإنسان لا يتوقع بأنه يقوم بشيء بسيط أو بشيء مستحاب لا هذا شيء واجب عليك كما أنك تحارب الأعداء يجب عليك أن تحارب نفسك قال هشام فقلت له فأي الأعداء أوجبهم مجاهدة قال عليه السلام أقربهم إليك وأعداهم لك وأضرهم بك وأعظمهم لك عداوة وأخفاهم لك شخصا مع دنوه منك ومن يحرض أعداءك عليك وهو إبليس الموكل بوسواس القلوب فله فلتشتد عداوتك ولا يكون أن أصبر على مجاهدته لهلكتك منك على صبرك لمجاهدته فإنه أضعف منك ركنا في قوته وأقل منك ضررا في كثرة شره إذا أنت اعتصمت بالله فقد هديت إلى صراط المستقيم لا تتوقع بأن هذا العدو وهو الشيطان هو أقوى منك وهو يقدر على أذيتك وهو يقدر على ضرك وأنت لا تستطيع أن تعاديه إذا أنت توكلت بالله سبحانه وتعالى واعتصمت به فاعلم بأنك أقوى من هذا العدو وسوف تنتصر عليه بفضل الله سبحانه وتعالى جعلنا الله وإياكم من المجاهدين لأنفسنا ومن المجاهدين لعدونا إبليس في هذه الحياة الدنيا ومن الفائزين بشفاعة محمد وآله الطاهرين في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة